بسم الله الرحمن الرحيم بنبدأ الجزء الثالث من محاضرتنا واللي رح نحكي فيه ان شاء الله عن النوع الرابع من انواع الاناليزر اللي هو الـ Dry Chemistry Analyzer طبعا الـ Dry Chemistry Analyzer شوي مبدأه وبيختلف عن مبدأ الاجهزة التانية وعفكرة رح انزلكم مع المحاضرة فيديو لـ Dry Chemistry Analyzer حتى تعرف كيف بيشتغل لكن خلينا احنا نشرح عنه الـ Dry Chemistry Analyzer بياخد كل مرة عيني واحدة فقط هاي يمكن سيئة تبعته انك انت اسمع انك انت بتقدر تحلل عيني واحدة في كل مرة فقط لكن انا ممكن اني احلل اكتر من فحص لكل عيني ممكن اني احلل اكتر من فحص لهاي العيني يعني انا مثلا جيبت عينة احمد احمد مطلوب له مثلا تريغليسرايد كوليسترول وغلوكوز انا بقدر اني احلل لأحمد هدولة تلات فحصات في نفس الوقت لكن ما بقدر احلل مثلا عيني احمد وعيني تسارف في نفس الوقت تمام فاذا الـ Dry Chemistry Analyzer بتميز انه هو اشماله وان سامبل تمام ات تايم واذ طبعا مالتيبل تيست واذ مالتيبل تيست دائما احنا احنا بنستخدم هاد الجهاز اكتر اشي لما انا بدي احلل اشي بيكون مرفق مع interfering material اش يعني يا مس اصدك يعني فرضا انا بدي احلل نوع من انواع البروتينات بالعادة البروتينات الدم مثلا او بروتينات التخثر بدي اقيس مثلا واحد من بروتينات التخثر في الدم طب بروتينات التخثر يا جماعة كلها بتكون يعني مجاورة لبعضها البعض وتقريبا يعني مرتبطة ببعضها البعض وخلنا نحكي موجودة في نفس المكان فممكن انت لما تيجي بدك تهلل نوع واحد منها يطلع عندك الانواع الباقي كشوائب ففي الحالة هادي احسن جهاز انك تستخدمه اللي هو اليدراي كيميستر اناليزر لسبب كتير بسيط انه في اليدراي كيميستر اناليزر في عندك specific membrane شان specific membrane في عندك عشاء معين بيسمح في دخول فقط المادة اللي بدها تتفاعل والمواد التانية بتركها بر والمواد التانية ما بتفوت عندك على الجهاز ما بتفوت عندك على الجهاز هاي زي ما مكتوب عندكم use in sample with higher or multiple interfering material يعني مستخدموا لتحليل الفحص او العينة اللي خلنا نحكي او الفحص اللي بدنا اياه ويكون معه كتير من الشوائب as if you want to analyze specific protein لو انا بدي احلل نوع معين من specific protein وبدنا نفصل له مثلا عن باقي البروتينات اللي بتكون مجاورة لالو حكينا بنستخدم ايش نستخدم specific membrane طبعا كمية ال reagent اللي بحطها وكمية السامبل ووقت الفحص بعتمد حسب نوع الفحص اللي عندي حتى تكونوا عارفين كيف بصير التست هلا هو بيكون عندك جهاز بتحط في هذا الجهاز شريح التعريف اذا عندكم في البيت جهاز سكري بيكون فيه مع كل علبة شرائح كود خاص او شريحة صغيرة بتحطها بالجهاز حتى يتعرف الجهاز على الشرائح او على علبة الشرائح حادي برقمها فنفس الفكرة انه انا لما بدي مثلا اشغل فاحص الكوليسترول بحط في الجهاز شريحة صغيرة اللي هي شريحة التعريف تاعة الكوليسترول حتى الجهاز يتعرف انه هلا بدي يقس كوليسترول مثلا لو انا بدي فرضا احلل مثلا كوليسترول وترايجليسرايد مع بعض لازم احط الشريحتين التعريفيات ال id card او الشريحة التعريفية تاعة الكوليسترول وتاعة الترايجليسرايد مع بعض ولما تشوف الفيديو راح تشوف كيف انه حط الشريحة التعريفية تاعة الفحص المطلوب هلا في عنا شغلة تانية مهمة كتير اللي هي وين انا بحط العينة يا مس العينة بتكون على سترب شو يعني سترب السترب كيف عمرك شفت فحص الحمل بيكون زي هيك زي كست او زي شريحة تمام وبيكون في مكان فيها انك تحط السامبل نفس الفكرة نفس الفكرة زي كأنه زي سترب او زي كأنه فحص الحمل بيكون في مكان انك تحط فيه السامبل والشريحة هادي اللي نسميها سترب بتكون تحتوي على الرياجنت بتكون بتحتوي على الرياجنت طبعا انت لما بتحطهم بنخلطوا مع بعض بس طبعا ما بقرأ النتيجة مباشرة باخد السترب هادي بحطها بالجهاز بحط الشريحة التعريفية وبعدين بحط العينة المخلوطة بالرياجنت الموجود في هاي الشريحة في الجهاز او في الجهاز القارئ اللي بفعلهم مع بعض او بقرأ نتيجة تفاعلهم مع بعض بقرأ نتيجة تفاعلهم مع بعض هلا الرياجنت سلايد هادي اللي نسميه او الرياجنت دستريب تتكون من اربع طبقات يعني هاذا دستريب او هادي الشريحة بيتكون من اربع طبقات الطبقة الاولى بنسميها leather layer اللي هي هادي اللي هي المكان اللي انت بتحط فيه او الطبقة اللي انت بتحط عليها السامبل او عينة الدم تابعتك فيه لنا Skavenger Layer اللي هي بتحتيوي على الفلتر تذكرين الميمبرين اللي حكينا عنه اللي هو عبارة عن الميمبرين اللي بيختار فقط المادة اللي أنا بدي أحللها ويدخلها على الطبقتين اللي تحت اللي هي الرياج بين التهم والميمبرين وبيترق كل المواد اللي ما بده تتفاعل على الميمبرين هده من براه أو على الفلتر من براه هذا الفلتر هو نفسه يا جماعة The Specific هو نفسه تمام هاي هون رح اكتب لكم بين قوسين فلتر تمام طيب طبعا اذا وصل عندنا السامبل لهاي الطبقة رح هذا الاشي ينشط الرياجنت هلا في الرياجنت لير رح يصير التفاعل بين الرياجنت والسامبل وطبعا الرياجنت لير بتتكون او بتحتوي على الرياجنت لش اسمه دراي كيميستري اصلا لانه طبقة الرياجنت لير تحتوي على الرياجنت والبفر تبعها طبعا مجرد ما وصلت العينة على الطبقة التانية على طول بنخلط البفر في الرياجنت تبعه وبنخلط مع العينة هلا السابورت لير هي فقط الطبقة اللي لانه هلا احنا مش احنا بنندخل السلايد بنندخل هاي السلايد على الجهاز طبعا الجهاز في جواته كمان سبيكتروفوتوميتر السابورت لير هي اللي بتعرض الرياكشن اللي صار او السامبل والرياجنت لإيش لللمبة واللي من قيس طبعا بعدين بقيس الجهاز الأبزوربانس تبعه من الأدفانتج لهذه الطريقة إنه أنا بحتاج لكمية قليلة من الرياجنت وبحتاج كمان لكمية قليلة من السامبل بحتاج لكمية قليلة من السامبل هاي يا جماعة كان أهم المعلومات اللي احنا حكيناها أو نطلوبها منك عن الـ Dry Chemistry Analyzer رح أعيد مرة تانية الجهاز باختصار جهاز Dry Chemistry Analyzer مكون من ثلاث شغلات رئيسية شغلة الأولى اللي هو الجهاز أو الريدر القارئ التبعي الشغلة التانية المهمة كتير اللي هي الـ Specific ID Card أو الشريحة التعريفية بالفحص اللي انت بدك تعمله ممكن تحط في الريدر شريحة واحدة أو أكتر من شريحة وفي عنا طبعا الـ Strap أو الكسيت أو الـ Strap أو الـ Slide اللي بتحط انت فيها العيني انت بتحط العيني والرياجنت طبعا الرياجنت بيكون موجود أصلا في هاي الـ Strap طبعا بيكون مثلا لو كوليسترول سترب بتكون فيه الرياجنت الـ كوليسترول سترب أو ترايج لسرايد سترب وحتى لو انت بدك تعمل فحصين مع بعض لنفس المريض عادي بتجيب مثلا كوليسترول سترب وبتجيب سترب تانية مثلا لترايج لسرايد بتحط عينة المريض هون وعينة المريض هون وبتحطهم مع بعض تنتين في الجهاز ما في مشكلة طيب الـ Strap هادي وحكينا الأربع طبقات المكونة منها بتحط فيها العينة طبعا هي الطبقة الثالثة فيها بتحتوي على الرياجنت بفوت العينة من الطبقة الأولى للطبقة الثانية بوصل للطبقة الثالثة بصير التفاعل بين السامبل والرياجنت بعدين انت طبعا تمسك هاي السترب وبتحطها في الريدر حتى يقرأ الـ Absorbent تبع من؟ تبع السامبل مع الرياجنت عن طريق الـ Spectrophotometer اللي هو موجود داخل الجهاز اللي هو موجود داخل الجهاز هاي يا جماعة كان المبدأ والجهاز الرابع تبعنا هلا يا جماعة هيك طبعا بكون خلص شبتر الـ Automation هلا أنا صراحة ما رح أبدأ اليوم في الـ Spectroscopy في شغلة بدي أخد عطيكم إياها الشغلة هادي رح أعطيها في الفيديو الجاي اللي هو مبدأ عمل جهاز الـ CBC طبعا مبدأ عمل جهاز الـ CBC عملته يعني يعني هو مش موجود بالخطة ومش مطلوب منك بخطة المادة بس لازم تكون عارفه وصراحة هو إشي كتير مهم فأنا صراحة حاب أشرح لكم عنه بس نبدأ بسيطة يعني أو بس هيكا زي تحكي فكرة عامة عنه إن شاء الله ما رح تأخد أكتر من خمس دقائق عموما بكمل بالفيديو الرابع من المحاضرة أعطيكم القافية